ودلوقتي تعالوا نعرف تاريخ شركة جديدة من شركات العربيات العالمية والشركة اللي معانا النهاردة هي فورد شركة فورد ظهرت سنة 1903 وأسسها هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ماتشيجن الأمريكية اللي بتعتبر عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة وقبلها كان هنري فورد أسس شركة سماها هنري فورد كومبني سنة 1901 اللي تحولت بعدها بسنة لشركة كادليك موتور كومبني وصابها هنري فورد وصاب معاها حقوق استخدام اسمه علشان يأسس شركة فورد موتور كومبني بعد ما نجح في جمع 28 ألف دولار نقداً من 12 مستثمر كان من أهمهم جون وارس دودج اللي أسس لاحقاً علامة دودج الشهيرة ورغم البداية المحدودة للشركة لكنها نجحة بسرعة خاصة بعد ما قدمت أساليب جديدة لتصنيع السيارات بكميات كبيرة وطرق متطورة لإدارة الأعداد الكبيرة من عمال المصانع والطرق دي انتشرت سنة 1914 وتعرفت باسم فوردزم علشان تتبنيها كتير من شركات العربيات في كل أنحاء العالم ورغم أن الشركة أصبحت شركة ذات ملكية عامة من سنة 1956 لكن عائلة فورد فضلت محتفظة لحد دلوقتي بنسبة 40% من حقوق التصويت في مجلس الإدارة فضلت الشركة تتطور بسرعة لحد ببقيت مجموعة صناعية عملاقة واشترت عدد كبير من العلامات التجارية بعضها احتفظت به وبعضها أفلته أو باعته لشركات تانية وتتبعها حاليا شركات وعلامات كتير زي لانكلان، ترولر البرازيلية، FPV الأسترالية وبتمتلك حصص في مازدى وأستن مارتن وديانج لانجلسينية وبعت علامات جاكور ولاندروفر لمجموعة تاتا الهندية في صفقة بتعتبر من أضخم الصفقات التجارية في طريق صناعة السيارات فورد بتعتبر حاليا تاني أكبر صانع للسيارات في أمريكا بعد الجنرال موتورز ولها قطاعات تابعة لها في كل دول العالم من أهمها جنحها في أوروبا وبتحتل الترتيب الخامس على مستوى أكبر شركات السيارات ترجمة نانسي قنقر